تأجيج الحرب الأهلية هنا نظلم نخلي خمسين خط أحمر تحت مصطلح أو عنوان الحرب الأهلية التي يقول بها السيد الصدر ويتهم بها الإطار لتأجيجها بمعنى كان الحديث سرا وهمسا بالحرب الأهلية صار الحديث بها ومن مخاطرها علنا بمعنى انتقل السيناريو خطوة إلى الأمام كتاب حزب الله تصرح أننا سنتخذ خطوات في الميدان ماذا يعني خطوات في الميدان هذه الخطوات مع من ضد من ما هو شكلها ما هو لونها ما هو نوعها البرزاني قدم مبادرة للحوار العامري قدم مبادرة للحوار الكاظم اليوم يقدم مبادرة للحوار بمعنى هل هي مبادرة للكاظم كشخص سياسي أم إنها مبادرة حكومية لاحتواء الأزمة ما هو القاسم المشترك بين هذه المبادرات ما هو شكل الحوار الذي يجب أن يكون مختلفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر